السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتو وكل حبيبكم زي ما احنا متعودين مع بعض على قناة طيور فوق السطح احنا بنحاول نديكو الخبرة مش المعلومة لان الخبرة اهم بكتير من المعلومة بنحاول نديكو نتاج خبرة احتكاكنا بالطيور ومعرفتنا بيهم علشان لما تتعاملوا مع الطيور تكونوا فاهمين اكتر من انكم حفظين المعلومة النهاردة هنتكلم عن سبع حبات هنقدمهم من مادة طبيعية جدا مادة من خير الطبيعة السبع حبات دول لما هنقدمهم للحمام سواء بقى كان الحمام ده صغير او كبير لو كانت نتاية الحمام دي اخرت عن معاد الانتاج البيض السبع حبات دول من المادة دي هيخلوا انتاجها ييجي بسرعة وتبيد ولو كانت لسه صغيرة ومعاد انتاج البيض بتاعها مجاش السبع حبات دول من المادة دي هيخلوا النتاية دي اللي لسه صغيرة تبيد بسرعة قبل معادها كمان المادة دي مادة سحرية بس طبعا في حاجات كتير وعوامل كتير جنبها لازم نعملها وناخد بالنا منها المادة دي بتخلي الحمام يبيض والزغليل تكتر وطبعا ده هيخلي البيع يزيد واللي بيستخدم الحمام فيه الاكل لانه طبعا مفيد جدا الانتاج عنده هيزيد وهيكون سريع جدا وعلشان تعرف المادة دي كل اللي عليك دلوقتي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناته ورفق السطح وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات اللي جاية وما تنساش تعليقك لو عندك اي مشكلة احنا موجودين على طول في الرد علشان احنا متعودين ما نأخرش عليكم ابدا ويلا بينا نعرف مع بعض ازاي هنقدم المادة دي وايه هي المادة دي في قواعد اساسية كده في تربية الطيور سواء بقى كان حمام او غير حمام القواعد دي بتضمن لنا انتاج وفير وسريع وبتضمن لنا ان صحة الطيور تفضل كويسة علشان مناعتها تفضل كويسة علشان نموها يفضل كويس ومدام النمو كويس يبقى الطائر بيكبر وانتاجه هيجي ولو كان اصلا بينتج النمو دا والصحة دي هتساعدنا ان احنا نحافظ على الانتاج دا انه ما ينقطعش او يقل طبعا في عوامل عند الحمام لازم نحافظ عليها هي هي نفس العوامل طبعا بس بتفاصيل مختلفة الصحة لازم نحافظ عليها مناعة الطيور لازم نحافظ عليها الغذاء المتنوع لازم نحافظ عليه وكل دا ممكن نعمله بحاجة واحدة بس هي الاعتناء والمراقبة الدائمة دي اللي دايما بنتكلم عليها وهي دي الخبرة اللي احنا محتاجين نقولها لكم ازاي نعتني بالطيور ونرقبهم دايما اجدادنا الله يرحمهم ويكرمهم بكل خير كانوا دايما بيعالجوا مشاكل الحمام وامراض الحمام ومشاكل انتاج البيض وقلة انتاج البيض او تأخر انتاج البيض بالمادة اللي احنا هنقولها النهاردة دي المادة دي بيتقي الحمام من الامراض التنفسية اللي بتيجي بفصل الشتاء وهي كمان مضاد سموم طبيعي جدا وملوش اي اضرار او اثار جانبية زي الادوية الكيميائية بيمنع انتفاخ الحوصلة وده طبعا بيقي الحمام من امراض كتيرة جدا وبيسهل الهضم وبيزود الانتاج كمان المادة اللي هنقولها النهاردة دي بتحمي الحمام من البكتيريا اللي بتصيب الجهاز التناسولي اللي عند الانثى اللي عند النتاية الحمامة بيحمي الجهاز التناسولي بتاعها من البكتيريا اللي ممكن تصيبها وكمان بينشط المبايد وده بيخلي الحمامة طبيد بدري والنتاية طبيد على سن صغير واللي قطع بيد او متأخرة من فترة ترجع طبيد تاني وكمان المادة دي بتقوّل مناعة علشان تزود صحة الحمام لكن طبعا المادة دي مش هتشتغل لوحدها لازم زي ما قلنا نهتم بتنظيف المكان وتنظيف الجدران وتنظيف اواني المية وغسلها بشكل مستمر وتنظيف اواني الاكل وغسلها بشكل مستمر وتنويع الاكل اللي بيقدم للحمام وده اتكلمنا عنه في فيديوهات سابقة هتلاقوها على قناة الطيور فوق السطح لو دورتوا وهتلاقوا فيديوهات كتيرة تانية تهموكم وتهمو كل مربي الطيور المادة دي هي اسمها لبان الضكر لبان الضكر ده ممكن تجيبه من عند العطار موجود ومشهور ومتوفر جدا في كل الاماكن وفي كل البلدان العربية او غير العربية هي عبارة عن حبيبات مرة جدا مرة يعني هي مفيدة للانسان وللطيور على حد سوال الانسان بيستخدم لبان الضكر من زمان جدا لعلاج الكحة وعلاج الانفلونزة والامراض التنفسية وعلاج الزور والحكة اللي بتبقى في الزور والامراض التنفسية المعروفة دي وبيستخدمه الانسان عن طريق المضغ لانه البان بيتمضغ وبيترمي انما الطيور بتستخدم لبان الضكر بشكل مختلف شوية احنا هنجيب سبع حبات متوسطي الحجم من لبان الضكر ودي طريقة الاستعمال وركزوا معنا فيها كويس علشان تستعملوا لبان الضكر بالشكل الاسلم والافضل واللي هيقدم لكم فايدة كبيرة جدا من جير ما يكون فيه ضرر على الحمام بتاعكم هنجيب سبع حبات متوسطي الحجم وهنجيب لتر مية هنحط السبع حبات في لتر المية وهنغلي المية بشكل قوي يعني هنغليهم كويس وهنكون وإحنا بنغلي قفلين الوعاء اللي بنغلي فيه عشان الزيوت اللي في البان الضكر ما مطرش من الوعاء ونستفيد بها كلها هنغلي زي ما قولنا البان الضكر كويس وهنسيبه بعد كده بعد ما نغليه منقوع في المية دي حوالي 12 ساعة يعني نسيبه بالليل مثلا ونصحى الصبح ناخده ونقدمه للحمام على الريق صباحا بدري كده في الصبح مش متأخر بالليل لا نقدمه للحمام صباحا على الريق كده هنلاحظ بعد ما نستخدم لبان الضكر ومية لبان الضكر دي ان فيه تأثير كبير جدا على صحة الحمام وكمان فيه تأثير كبير جدا على خصوبة المبايد بتاعة الانسة فلو عندك مثلا نتاية صغيرة لسه معاد انتاج البيت بتاعها مجاش ممكن باستخدام لبان الضكر ده او مية لبان الضكر دي ممكن بالاستخدام والاستمرار والمواصبة عليه تلاقي النتاية دي باضت وانتاجت بيت قبل معادها بكتير وده مش سحر ولا حاجة احنا بنلاحظ كمان البني ادمين فيه بعض البني ادمين بيصلوا لسن البلوغ بدري عن بني ادمين تانين ده بسبب الاكل المفيد وبسبب العادات الايجابية اللي بنعملها وبنربي عليها اطفالنا كمان الحمام ممكن باستخدام لبان الضكر ده نلاحظ ان اللي اتأخرت في البيت من نتاية الحمام هترجع تبيد او هتبدأ تبيد واللي اطعت بيد هترجع تبيد تاني ده كان فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتاخد لك لفة في القناة علشان هتلاقي فيديوهات كتيرة تخصك وتخص كل مربي الطيور ونشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة